هذه العبارة التي سأقرأها عليكم من زيارة عاشوراء إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذه العبارة تلخص كل المضامين المتقدمة أتحدث عن المضامين المتقدمة في هذه الحلقة نخاطب الحسين بهذا الخطاب يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة هذا الخطاب موجه لهم عموماً لمحمد وآل محمد وللحسين خصوصاً فإننا نقرأ من زيارة عاشوراء التي هي زيارة خاصة ومخصوصة بسيد الشهداء يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة هذا هو ديننا وهذا هو التوحيد علاقتنا بهم هي هذه نحن لا نستطيع أن نخاطب الذات الأولى أو أن نخاطب الحقيقة المحمدية من أننا سلم لمن سالمهم ومن أننا حرب لمن حاربهم هذه المضامين ليس لها من جهة ارتباط لا بالذات الأولى ولا بالحقيقة المحمدية حين نسالم من أجل الحسين إننا نسالم من أجل الله وحين نحارب من أجل الحسين إننا نحارب من أجل الله هذا الأمر في نهايته في خواتيمه هو هكذا إنما الأمور بخواتيمها لكننا نتعامل بشكل مباشر مع إمام زماننا هذا هو مضمون بيعة الغدير وهذا هو مضمون الدين في مرحلة التأويل الدين في مرحلة التنزيل نسخ الدين في مرحلة التأويل هو هذا وهذا هو التوحيد في مرحلة التأويل يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة فهل أنا سأعيش إلى يوم القيامة حتى لو مت وبعد ذلك بُعثت وبعد ذلك مُتُّ وبعد ذلك بُعثت وهكذا فإن دين هو الدين وإن الحقيقة هي الحقيقة يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة هو المضمون نفسه في زيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو مركز العلاقة في زيارة الجامعة الكبيرة بمحمد وآل محمد فمعكم معكم لا مع غيركم هذه الجهة التي نتواصل معها نحن لا نستطيع أن نقول لله فمعك معك لا مع غيرك من جهة التنظير يصح هذا ولكن من جهة العمل من جهة إمكاناتنا من جهة قدراتنا لا نستطيع أن نقول ذلك لله من جهة التنظير نعم نستطيع أن نقول من أننا معك معك يا الله لا مع غيرك مثل ما نقول في هذا التعبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو نفسه المضمون معكم معكم لا مع غيركم ولكن في سياق واتجاه آخر ويتجلى المعنى واضحا صريحا في زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين نخاطبها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعليا مثلما هو في مقدم الزيارة فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعليا لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك العنوان الأول الذي ربى النبي الأمة عليه باتجاه فاطمة المودة الواجبة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فاطمة هي العنوان الأول من القربة محمد صلى الله عليه وآله إذا أردنا بحسب الأعراف أقرب الناس إليه على النحو الأسري فاطمة هي بنته الوحيدة نحن لا نتحدث هنا عن عنوان أهل البيت العقائدي أتحدث عن الأسرة عن الروابط الرحمية والأسرية بحسب العرف العنوان الأول فاطمة وماذا حدثنا عن فاطمة بعد المودة كان هذا المضمون الذي ينتشر في كتب الشيعة وفي كتب السنة من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها هذا المضمون موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة حتى في صحاحهم في صحاحهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم هذه المضامين موجودة فإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها عنوان المودة عنوان الرضا عنوان الغضب كلها تشير إلى الجهات التي تحدث عنها إمامنا الصادق فيما قرأته عليكم من الكاف الشريف هذه المضامين تأخذنا إلى أين تأخذنا إلى سورة البينة وإلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هذا هو التوحيد وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ هذا الدين بكله بعقائده بعباداته بتكاليفه بكل منظومته وذلك دين القيمة جهة الاتصال بها هي هذه المودة والرضى والغضب أن نرضى لرضاها وأن نغضب لغضبها أن نوالي من توالي وأن نعادي من تعادي أن نوالي أولياءها وأن نعادي أعداءها هذه هي جهة الارتباط بالقيمة فإن محمد صلى الله عليه وآله ثقفنا بخصوص علاقتنا بفاطمة وفقا لهذه العناوين لعنوان المودة ولعنوان أن الله يرضى لرضاها وأن الله يغضب لغضبها ومن أنها أم أبيها ومن أنها بضعته بضعته قطعة منه ومن أنها مهجته ومن أنها روحه التي بين جنبي كل هذه المضامين تقودنا باتجاه العواطف باتجاه المشاعر باتجاه ما يدور في وجداننا وما يدور في قلوبنا باتجاه الميلي باتجاه الحب باتجاه الود في هذه الاتجاهات وهي جهة الارتباط بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وفي الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه الدنيا بكل تفاصيلها وهذه هي أهم اهتمامات الناس الأمر لا ينحصر بهذه العناوين لكن هذه العناوين هي التي تشغل بال الناس وإلا يمكن أن يكون في الناس من يكون مشغولا بأشياء أخرى من شؤون الدنيا أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة والسلطة كما عليه حال مراجع النجف وحال أولادهم وأصهارهم الهاجس الأول والأخير الذي يسكن في قلوبهم كيف يحصلون المرجعية كيف يوسعون المرجعية كيف يجمعون الأموال كيف تكون الشهرة الذائعة لهم كيف وكيف وتأتي هذه العناوين بعد تلك العناوين على أي حال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الذي يكون بهذا الحال فإنه فاسق ضال والله لا يهدي القوم الفاسقين فهو فاسق ضال الذي لا يكون الحب لرسول الله ولآله ولشؤونهم هو المقدم في قلبه على كل حب فهو فاسق وضال وليهتدي والله لا يهدي القوم الفاسقين أقرأ الآية مرة أخرى عليكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد هذا من شؤونه لا يقايس الجهاد برسول الله ولكن من شؤون رسول الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق كثير لماذا؟ لأن الحب هو الذي يربطنا بهم وحينما نرتبط بهم فإننا نرتبط بالله بقدر حبنا نتوجه إليهم بقدر توجهنا إليهم إننا نتوجه إلى الله من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا هو منطق قرآنهم وهذا هو منطق زياراتهم وأدعيتهم وهذا هو منطق كل حديثهم وكل رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك دين القيمة علاقتنا بالقيمة هي هذه بيّنتها لنا زيارتها الشريفة فإننا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا هو التوحيد بعميق معناه إنني أتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية ومثل ما قلت لكم من أن عقيدة التوحيد لا يمكن أن تكون سليمة وسديدة من دون اجتماع هذه الأركان الأربعة التي تقدم الكلام عنها ولازلت أحدثكم في أجواء الركن الرابع نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر